على الرغم مما يحاول النظام الإيراني إظهاره من قوة موقف فيما يتعلق بالمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة والدول الغربية إلا أن الواقع يكشف قدرا كبيرا من هشاشة الأوضاع الداخلية في إيران اقتصاديا وسياسيا صحيفة لوموند الفرنسية تقول إن المشهد الاقتصادي في المحافظات الإيرانية يعاني انهيارا كبيرا مؤكدة أن ذلك الانهيار الاقتصادي لا يرجع إلى العقوبات الأمريكية وتأرجح أسعار النفط والغاز فحسب بل يرجع كذلك إلى الفشل الحكومي في إدارة الاقتصاد في ظل الفساد والاحتكار والمحسوبيات وعدم المساواة والإفراط في الاستثمار السياسي والعسكري في مشاريع مد النفوذ الخارجي وبالطبع فإن استياء الإيرانيين قد بلغ ذروته مع تجاوز نسبة التضخم خمسا وأربعين في المائة وارتفاع معدلات البطالة إلى حد بعيد الأمر الذي يدفع الناس إلى التظاهر للمطالبة بحقوقهم كما يحدث في أصفهان وغيرها من المحافظات الإيرانية إلا أن التركيبة الفكرية والسياسية للنظام الإيراني القائم على الاستبداد تمنع ذلك فانتقاد النظام أو التظاهر ضد سياساته غالبا ما يقود صاحبه إلى السجن لسنوات أو تتصدى له الأجهزة الأمنية بقمع وحشي وعلى الرغم من استمرار النظام الإيراني في تبني الخطابات الثورية الزائفة بحسب وصف صحيفة اللوموند إلا أن إبراهيم رئيس المنتمي إلى التيار الأكثر تشددا في البلاد قد لا يجد مخرجا من الأزمات المتفاقمة التي ينوء بها كاهل الشعب وتفجر الغضب الجماهري من آن لآخر سوى برفع سريع للعقوبات المفروضة على بلاده وذلك بالطبع لن يكون إلا بالتوصل إلى اتفاقية جديدة في فيننا بشأن برنامج طهران النووي